ازايكم جماعة عاملين ايه? عندي اعتراف. ان 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 ان. في عربية كهرباء كل ما بشوفها عيني بتزغل عليها. كلهم بالنسبة لي لعربية الكهرباء في تجربة القيادة متشابهين اوي ببعض. وتلاتة ربع التصميمات اللي يبقوا بشكلها زي الصابونة او البلوب. يعني بي بي يعني فاهمين بيحسسني اكتر ان انا مش عايز اجيب عربية كهرباء. في قليلين بحبهم. ولكن في واحدة بصفة خاصة بشوفها ببقى عايز اجيبها. مش عشان تجربة القيادة. تجربة القيادة لعربية الكهرباء كلها متشابهة جدا ببعض. زي بعض اوي بدرجة. لان المواتير الكهرباء خوصوهم زي بعض والعزم. بلا 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 بلا. مستوى العزل مختلف. مش عارف ايه. التعليق. الوزن الاجمالي بتاع العربية. المدى دي كلها حاجات ايه? يعني ما لهاش معنى كبير اوي في تجربة القيادة. ممكن هندسة التعليق ودي حاجات كلها بتفرق. ولكن في عربية بص خاصة شايف ان تصميمها رهيب. عشان ما تشبهش العربية الكهرباء. وشايف انه كمان الاتجاه اللي هم عامينوا فيها هاي. ده غير انها اصلا واخدى ريتنجز عالية. جدا. متقدرة كويس اوي العربية دي وما جربتهاش. ودي واحدة من المشاكل التانية. فاوكي. حد عارف العربية. من شركة كوري. انا سهلناها كده. قوي. اوكي. وليه علاقة بالكيميا. انا بلعب معك وراسمي. معلش كنت لسه بذاكر اللي واحد من ولادي الكيميا. اه. يعني البداية الكيميا. عارفين التأيون او ايونيزاشن. خلاص عرفنا. ايونيك فايف. اوكي. ايونيك فايف. العربية دي بتعجبني جدا في التصميم. وانها معمولة فيها حتة بتاعت التامنينات اللي بيسموها الريترو. وهي هاتش باك كروس اوفر ما تفهم ايه. بس كلها على بعد كده ايه. بالنسبة لي العربية الوحيدة الكهرباء اللي بتشد عيني كل مرة. وبفكر رجبها. طيب. انا بعمل الفيديو ده ليه. وبعبر عن اه واحدة من الحاجات اللي ايه اللي يعني اه جوايا تجاه العربية الكهرباء الوحيدة على الفكرة. يعني لو تقول لي تاسلا ومش تاسلا. اوكي. الاداء وممكن احسنهم قيادة. لكن بالنسبة لي مفيش الشخصية ممحية. يعني حضرتك داخل الرعاءة المركزة على طول. فانا مش مليش فيها زي ما انت عارفين. لكن الايونيك 5 فيها حاجة في تصميمها. النسب بتاعتها مش كهرباء اوي. ولو انها ما ممكن برضو يموتوا قاعدة العجالات اوي لانها كهرباء وديو احدة من المميزات الكبيرة. ولكن شكلها كده الريترو ايتي اللي عاملينه فيها بالانوار البيكسليتد بالريتنجز بتاعت العربية كلها ريتنجز عالية جدا. اوكي. طيب. انا نفسي في ايه? نفسي قبل ما اشتريها اجربها. انا عارف شفت كزا واحدة. ما انا شفت واحدة عشان كده بتعجبني. فاللي عنده عربية ايونيك 5. وعايز يتواصل معي. تواصل معي على انستجرام. كارز باي ماجد برضو كل حاجة كارز باي ماجد. يتواصل معي ونقدر نجربها. والتجربة حيبقى فيها نعمة شخصية ليا. حابقا عايز اجربها ليا. بس دي يمكن العربية الوحيدة الكهرباء. المؤخرة اللي او واحد ما جربتهاش. اتنين بيعجبني شكلها وتباحها كده وكلها فيها حاجة مختلفة. بس كده. كلمتين سرعة جدا. سلام. حاجة تانية انسيت كنت عايز اقولها. بتكلم عليها كتير قوي. درجة ده انا زي. بتغيد الموبايل. غير الموبايل. المرة دي مش موبايل. اللي بيطلعه من الشوارع الجانبية. واحد. اللي بيعمله يوترن وبيحاول هو طالع من يوترن يوسع نفسه على الاخر. يعني هو نافف كده او داخل اللي ياخد الشارع. مفروض اللي ياخد يوترن ده يلتزم بالحارع. مش لازم يطلع فيه زي ما بيقولوا نهر الشارع. خليك فيه البحيرة بتاعت الشارع. اوكي? خليك على جم. على جم. مش لازم اه يعني تاخدكم جلالة. فيه عربيات تانية في الشارع. تخيلوا? وانت طالع كده من يوترن وبتلفها بمنتهى العنترية وطالع في العرض الكامل. خليك في حارطة جوة. فيه عربيات تانية. اوكي? ده غير الموبايل طبع ده غير ستين الف حاجة تانية. اه معلش خ اخدتني الجلالة بقى بالمرة الموتسيكلات. قلتولي اعمل حالة على الموتسيكلات كاملة انا عارف. لكن انا عندي مشكلة مع الموتسيكلات اللي بيقطعوا الرصيف. اولا الحاجة الواضحة جدا ايه? الخطر الشديد جدا 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 اللي عليهم. لان هو بيعدي وبيعدي مش بعرض واحد بقى بني ادم بيعدي الشارع لانه بيتعامل. لكنه باكنه على لجله بيعدي الشارع. لا ده بعرض خمسة. مثلا. او ستة لو قفين واربعد اربعة او خمسة مثلا. فبيخلق خطر رهيب لانه برضو مش قليل في طوله. فلما بيقطع الشارع خطر. ده غير اصلا الارهاب اللي بيعصلك او الرعب وهو شايفه طالع على على الحتة دي اللي هي الحتة الرصيف. وبعدين نازل ومش عارف حيهوش حيطلع. ده بحس معركة. بتشوفها اكتر في الشوارع الجانبية. للأسف يعني صعب قوي عليها لأي رقيب. بس برضو بشوفها على الطرق السريعة. وبشوف مهازل. ودي الحاجات اللي بتقلق الحوادث الخطر. طبعا. بخلاف الحاجات الكتيرة اللي اتكلمت عليها قبل كده عن الحوادث. وا 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 وا. لكن دي ظاهرة خطيرة ومش عارف يعملوا الرصيف ارتفاعه. يعني تيعلوا الرصيف خلوه متر بقى. عشان يتسلق وما يعديش. واحدة من الحاجات الخطيرة اللي بشوفها الموتسيكلات بخلاف يعني. بشوف برضو ظاهرة التليفون اللي على الموتسيكل. التليفون. حتى التليفون وصل الموتسيكل. وتليقى قاعد بيتكلم. ما فيش خالص. يعني يا جماعة. مش مش علينا. وما فيش مرايات. ولما بيتكلم بقى ده بيفصل خالص. ده بيبقى out. مش معانا. خد جنب. واقف. ده غير طبعا العربيات اللي ساقف في مص الشارع على 30 والشارع 80. وبس هو عشان بيتكلم. أو بيكسر كده. ما علينا. حاجات اتكلمت عليها. بس. اللي فعلا واحدة من الملاحظات اللي بشوفها. وبرضو بتبقى. اللي طالع مليوتين. واخده بالعرض جدا. اكن هو مع نفسه يعني. والموتسيكلات اللي بتعدي الرصيف. سلام. اشتركوا في القناة شكرا.